اشتركوا في القناة رئيس الوزراء الموقر وصحب السمو الملكي ولي العهد الامين واشار سمو الشيخ خالد بن حمد الخليفة الى ان الرياضة البحرينية بدأت تحقق انجازات نوعية بارزة في مختلف منظومتها الرياضية وهو الامر الذي يؤكد سلامة الخطط والبرامج التي يقدم سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة ممثل جلالة الملك للاعمال الخيرية وشؤون الشباب رئيس المجلس الاعلى للشباب والرياضة ومن بين اهم المبادرات التي اطلقها سموه البرنامج الوطني لتطوير القطاع الشبابي والرياضي استجابة جاء ذلك خلال استقبال سموه لمنتسب وسائل الاعلام المحلية بحضور سعادة السيد علي بن محمد الرميحي وزير شؤون الاعلام وسعادة السيد ايمن بن توفيق المؤيد وزير الشؤون الشبابي والرياضة وسعادة السيد احمد محمد المناعي الرئيس التنفيذي لمركز الاتصال الوطني وعدد من المسؤولين في الاعلام البحريني واشاد سموه بالمشاركة الواسعة من قبل الاسرة الرياضية والشبابية في قمة الرياضة الامر الذي يدل على اهتمامهم الكبير برسم السياسات العامة للرياضة البحرينية وقال سموه ان القمة اثبتت مدى تلاحم وقوة العائلة الرياضية والشبابية والتي ناقشت كافة الامور المتعلقة بمستقبل الرياضة البحرينية وفقا لمبادرات سموه الشيخ ناصر بن حمد الخليفة ولبرنامج استجابة واكد سموه ان العمل بشفافية واضحة وفق بيئة صحية وتنفسية عادلة ومفتوحة يمثل الاساس القوي للارتقاء بالرياضة البحرينية ونحن نعمل على تثبيت هذه الركيزة وضف سموه نمتلك طموحات عالية ونسعى للتركيز وبناء الخطط والبرامج التي تحقق الانجاز واماننا كبير بان تلك الانجازات لن تتحقق الا من خلال التكاتف والتعاضد بين جميع الاسرة الرياضية وتابع سموه قائلا نضع الوصول للانجازات من اهم اولوياتنا وان ثقتنا كبيرة في ابطالنا لمواصلة الدرب والارتقاء بانجازاتهم الكبيرة وبين سموه ان الاعلام الرياضي البحريني سيكون شريكا استراتيجيا في المرحلة المقبلة من خلال ترشيح خمسة وخمسين شخصا من الوسط الرياضي سيتم اختيار عدد منهم للمشاركة في اللجان التي ستشكل من اجل دراسة التوصيات وترتيب اولوياتها ومتابعة تنفيذها واشار سمو الشيخ خالد بن حمد الخليفة الى ان الحضور الاعلامي في قمة الرياضة والتفاعل الواضح من قبل الاعلام الرياضي كان متميز وقدموا اراء بارزة من اجل التطوير وطالب سموه جميع المعنيين بالشأن الرياضي بالعمل بروح فريق البحرين لبناء نهضة رياضية شاملة للوصول الاهداف التي رسمت للرياضة البحرينية ورؤيتها تسير بتقدم سريع نحو الانجاز طبعا اليوم التقين بسمو الشيخ خالد بن حمد في بادرة طيبة ومتميزة باللقاء بالاعلام الرياضي مثل هذه المبادرات دائما تأتي في صالح اي قطاع يكون الاعلام فيه شريك قطاع الرياضي دائما يعمل مع الرياضة واعتقد من خلال هذه الشراكة بيتحقق الكثير من الانجازات هذه المبادرات تأتي من ضمن عديد من المبادرات في التواصل مع اعلام الرياضي ما هي غريبة على سمو الشيخ خالد كلنا نتعلم من مدرسة صاحب الجلال الملك المفدى وانا اعتقد من خلال متابعة سمو الشيخ ناصر لهذا القطاع ان شاء الله راح يتحقق الكثير من الانجازات اشتركوا في القناة